فالقرآن آمر وذاجر حد فيه الحدود وسن فيه السنن وضرب فيه الأمثال وشرح فيه الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين سيما خليفة الله في الأراضين واللعنة الدائمة الأبدية وعلى أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كذلك نجزل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائفة في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون هذه الآية الشريفة تمنحنا قاعدة من أهم قواعد علم المستقبل المستقبل هناك علم يسمى علم التاريخ هذا علم الماضي ومن قضى وهناك علم الحاضر وهناك علم آخر أصعب هذه العلوم هو علم استكشاف ما الذي سيجري في المستقبل بعد عشر سنوات بعد مائة سنة بعد ألف سنة أكثر أقل هذه الآية تمنحنا قاعدة من أهم قواعد استكشاف مستقبل الأفراد والجماعات والشعوب والأمم الآية الشريفة تقول هذه سنة الإهلاك لدى الظلم الظلم مرتعه وخيمه ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك إذن هذه قاعدة عامة مضطردة كذلك نجزل قوم المجرمين يعني بالإهلاك إذن الآن مع تعميم الآية الآية تتكلم عن القرون الآن نعمم مناطها لما سنقوله الإنسان إذا ظلم بدنه لا تتحدث عن البدن الآن نضيف إضافة مستفادة من أماكن أخرى إذا ظلم الإنسان بدنه إنهار إنسان إذا حمل بدنه فوق طاقته يعني شال بدن 50 كيلو 200 كيلو وضع على عاتقه عمود الفقري ينكسر ويتحطب طبيعيا إذا لم ينم أياما طويلة يصاب بالهلوس إذا ظلم الإنسان بدنه تحطم أو إنهار أو ضعف أو تمرض أو غير ذلك وإذا ظلم الإنسان روحه أو نفسه فالأمر كذلك وإذا ظلم الإنسان أسرته إنهارت الأسرة أو إنهارت دعائم السعادة في الأسرة إذا أراد الإنسان يستكشف أن مستقبل هذه الأسرة سعيد أو غير سعيد مستحكم البنيان أو منهار البنيان فليجد فلينظر أنه هل الأب مع الأبناء والزوجة وبالعكس الزوجة مع الزوج والأبناء والأبناء بعضهم مع بعض يتعاملون بعادل أو يتعاملون بظلم هذه قاعدة من قاعد علم المستقبل كل شيء واضح سيالة الآية الشريفة تتحدث عن القرون تقول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا إذا أردنا أن نستكشف بأن أمريكا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى الانهيار أو لا إذا أردنا أن نستكشف بأن الهند أو العراق أو الصين أو ما أدري أو السعودية أو السورية أو غير ذلك في طريق الانهيار أو ليس في طريق الانهيار هذه الآية تعطينا قاعدة واضحة بينة جلية ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا هذا الشغل يعني الله يتدخل بالمباشرة أو بالواسطة فيهلك هذا القرن شاءوا أم أبوا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا هنا نتوقف عند بصيرة قرآنية دقيقة لطيفة ثم نطبق البحث على ما سيأتي إن شاء الله ماذا يعني القرن لأن الآية الشريفة انتخبت مفردة القرن ولقد أهلكنا القرون لم يقل تعالى ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم لما ظلموا مع أن الحكم سيال ولم يقل ولقد أهلكنا الشعوب أو الأحزاب أو العشائر أو الشركات الشركات متنهار إذا ظلم رب العمل عماله كما وجدنا وشهدنا أو ظلم العمال رب العمل لا فرق أو ظلم بعضهم بعضا قاعدة سيالة فكل مقترنين إذا ظلم بعضهم بعضا ينهار الآية الشريفة انتخبت مفردة عامة هذا الوجه الأول تشمل كل مقترنين لم يقل ولقد أهلكنا الشعوب أو الأمم أو الحضارات أو الحزاب أو العشائر لا القرون القرن لفظا شامل يشمل كل هذه المفاهيم القرن عبارة عن جماعة في زمن على حسب تعريف الراغب وغيره اللي رح ندقق بأكثر طبعا القرن يعني القوم المجتمعون في زمن ما لأزمنه والقوم المجتمعون في زمن ما لأزمنه يشمل الشعب العراقي الشعب المصري الشعب الإيراني الهندي الباكستاني غير ذلك كما يشمل شنو القوم المجتمعون في زمنين يشمل العشائر يشمل الأحزاب وغير ذلك إذن اللفظة تريد تعطينا فتقانون عام ليس خاصا بشعب دون شعب أو قوم دون قوم أو عشيرة أو تيار أو مرجعية أو غير ذلك قاعدة عامة مضطردة شوشنا تريد تعطينا علم مستقبل مهم القرون هذه المفردة إذن أولا هي أوسع نطاقا من أية مفردة مشابهة أخرى ثانيا وهو الأهم القرون أكو فيها دقة قطعا نظر عن هذه الجهة ولقد أهلكنا القرون لأن القرن له معنيان الآن نحن نتكلم ننقل كلاما معجب مقاييس اللغة ونناقشه يعني نبني عليه ونناقشه فيما هو الصحيح نبني عليه فيما نناقشه خسن نناقشه القرن يقول أصلان صحيحان يدل على طبعا هالجوهر موجود في لسان العرى في مجمع البحرين بس هو أوضحهم في تصريحي أنه إعطاك إياهم خلاصة الكلام صفوة كلام اللغويين موجود في معجب مقاييس اللغة القرن أصلان صحيحان واحد يدل على حسب كلام معجب مقاييس اللغة ولي البقية أيضا نفس الشيء على اقتراني شيء بشيء الثاني يدل على شيء ينشأ بقوة ونتوء كل المعنين راح يفيدنا في الآية الشريفة رغم مناقشتنا لكلامه اللي نعتبره ناقص طبعا المعنى الأول حسب تعبير معجب مقاييس اللغة نصة يدل على جمع شيء إلى شيء آخر مثلا توضيحا لكلامه هاي أمثلة اللغويين أيضا نقول قرينة الرجل ما نقول يعني زوجة الرجل أنه اقترنت به إذن القرن يعني المقترن مقرنين مقرنين في الأصفاد يعني الأصفاد اقترنت بهم فالتسقت بهم فشدوا معها برباط واحد إذن المعنى الأول للقرن أهل القرن يسموهم قرن ليش لأنه اجتمعوا في قرن واحد أي في زمن واحد إحنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أهل قرنين فمو نفس القرن لكن إحنا المعاصرين يسمونه أهل هذا القرن أفرضه العشرين أو الواحد والعشرين إذن هذا هو المعنى الأول هذا المعنى نحن نرى أنه ناقص وينبغي أن يطعم بإضافة ليس مطلق اجتماع شيء مع شيء يسمى قرن بل إذا كان هناك رباط هاي الإضافة نفس كلام مقاييس اللغة يقوله الراهب يقول وكذلك عندما نقول قرينة ونقول قرينة الكلام مو مجرد أن هذا موجود إلى جوار هذا بدون أي رابط هذا مشرف على هذا وبالتعبير الأصولي القرينة حاكمة لأنها ناظرة إلى ذي القرينة فليس مطلق الاقتران يسمى قرنا مثلا الآية الشريفة حتى اللطيف الأمثلة اللي هو ذكرها تدل على ما نقوله مثلا قال تعالى إني كان لي قرين مو مجرد أنه كان لي قرين يعني بس واقف إلى جواري لا قرين يقوله أنك لمن المصدقين هذا القرين ديحش بدحش شاي عند فد رسالة معينة يريد أن يضلني وكذلك مثلا يقول والقرون الآن قاعد نقرأ من مفردات الراغب ومثلها موجود في معجم لسان العرب والقرون النفس لكونها مقترنة بالجسم لا ممجرد مقترنة اقتران بملابسة أن هذه الروح قائمة بالجسم أو النفس قائمة بالجسم ممجرد اقتران صرف اقتران وإضافة هذه الإضافة قد تكون قياما قد تكون وسوسة كما في إني كان لي قرين وكذلك بيت القصيدة هنا عندما يقال لأهل القرن قرن ليس لصرف اجتماعهم في زمن على أن الاجتماع في زمنا فصرفت شيئا يعني يعني فالجامع لقائنا يعني هو يستبطن كلامه وكلامنا لكن ليس بهذا الوضوح ولا بهذه الشمولية ممجرد ممجرد اجتماع اجتماع في قرن يعني في قطعة زمنية محددة نقول ليس هذا فقط وإنما اجتماع وناس في قرن أكو بينهم رابط آخر يعني الشعب المعين هذا قرن أكو رابط قد يكون الرابط العرق قد يكون الرابط الدين قد يكون الرابط المذهب قد يكون الرابط أي شيء آخر فهذا أولا إذا واحد قبل هذا الكلام لم يقبله فنقول في خصوص الآيتين هناك مناسبات الحكم والموضوع التي تفيد أن المراد بالقرون ليس صرف الاجتماع الجغرافي المحض أو الاجتماع في الزمن الواحد المحض وإنما هم مقترنون يقرن بعضهم بعضا يعبد بعضهم بعضا على الظلم هذا في الأسبوع القادم رح نوضح أكثر ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ولو بمناسبات الحكم والموضوع يفيد أن هذا القرن هذه الجماعة هذا الحزب هذه الأمة هذا التيار هذا الشعب عضد بعضهم بعضا ولذا أهلكم والله جميعا عضد بعضهم بعضا واحد بالمال واحد بالتبرير والعلم يعني بالعلم هو يظلم وأنا أبرله فلسف يعني عمله وما أشبه ذلك فنحن نستظهر أنه لو كان المعنى الأول في الآية الشريفة هو المراد وهو اجتماع شيء إلى الشيء واجتماع جمعين أقول هناك رابط وليس بلا رابط في البين إما لنفس المفردة ما يستفد منها بشهادة تتبع أغلب إن لم يكن كل موارد استعمالها أو بمناسبات الحكم والموضوع في الآية الشريفة اللي يأكو قراءة لطيفة الأسبوع القادم إن شاء الله نستعرضها فنقول إذن هذه الآية تعطينا قاعدة من أهم قواعد علم المستقبل على تكملة في الكلام إن شاء الله على ضوء ذلك نأتي الآن نمثل بثالين نريد نشوف واحد أمريكا واحد العراق وعلى ذلك فقس ما سواهما يعني قس على أمريكا بريطانيا مثلا وقس على العراق مثلا وفرض مصر وغيرها فإن تلاحظوا الجوهر اللي الآن نقوله الولايات المتحدة الأمريكية من أقوى الدول لا شك فيها إن لم تكن أقوى الدول على الإطلاق كما يبدو لا تزال فهي من أقوى الدول على الإطلاق ولكن القاعدة الإلهية جارية ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أمريكا سائرة نحو الانحدار والانحطاط والتراجع آية القرآنية تقول وعقلاء الغرب أيضا يشهدون هذا باتريك جيه بوكانن هذا شخصية مجدا مهمة عنده كتاب باسم موته الغرب هذا الرجل حتى نعرف وزنه ليس إنسان عادي ومعارض للحكومة الأمريكية يمكن واحد يتكلم من منطلق المعارضة نقول ها أنت معارض وتتحيس في الأدلة لا من بطن الحكومة الأمريكية لأنه كان مستشارا لثلاثة رئيساء جمهورية في أمريكا ليس إنسان عادي يعني مستشار لثلاثة من رئيساء الولايات المتحدة الأمريكية ومقدم برامج ناجح في الـ CNN وإنسان عادي ومقدم برامج ناجح في الـ NBC هاي أهم القنوات الأمريكية من أهمها على الإطلاق وكاتب لعمود صحفي دائم في عدد من الصحف الأمريكية إذن هذا الرجل كلامه هو ما نقدر نقول متحيز نقول لا هو هذا ضد الغرف هذا مسلم ضد الغرف ده يحشل له واحد منهم وبيهم ومن جماعتهم وعند مناصب إدارية كانت وموقع مهم جدا إعلامي فكلامه حج طبعا نحن الآية تكفينا لكن نريد نجيب أدلة حتى الشخص اللي لا يقبل يعني التعبديات ونقول للتعقليات الموجودة يقول الغرب الغرب بشكل عام خاصة أمريكا بشكل خاص يركز على أمريكا يعاني من موتين الموت الأول الموت الأخلاقي الموت الثاني الموت الديمغرافي موتين موت حضاري أخلاقي وموت ديمغرافي بيولوجي نقرأ بعض عباراته المهم الآن نقل العبارات حتى نعرف هذا الرجل الذي يقول يقول وهو في الواقع موتان موت أخلاقي بسبب السقوط الأخلاقي الذي ألغى كل القيم التربوية والأسرية والأخلاقية التقليدية وموت ديمغرافي وبيولوجي يقول مثلا أوروبا هذا مثاله هواي لطيف يقول أوروبا في القرن الرابع عشر أشتاحها وباء طاعون شي فقضى على ثلث أوروبا كلها في القرن الرابع عشر ثلث أوروبا الثلث هواي كبير عدد جدا نسبة كبيرة ثلاثة وثلاثين بالمئة يموتون من الناس يقول هذا الموت الجديد أخضر من ذلك هذا الموت الإرادي بسبب تحطيم القيم الأخلاقية بسبب الظلم اللي راح نذكر نماذج منه يقول شلون بالأرقام يعطيك يقول عام ألفين كان عدد سكان أوروبا سبعمية وثمانية وعشرين مليون سبعمية وثمانية وعشرين مليون عدد سكان أوروبا عام كم ألفين يقول آخر هذا القرن سيتناقص العدد إلى ميتين وسبع ملايين موت ديمغرافي أسوأ من الوباء بس بجهد البشر بظلمهم يقول للأجهاض جائز يقول لما أري قتل الطفل الجنين جائز يقول لما أري المخدرات كذا ويقول له كذا وكذا ما سيأتي موت ديمغرافي ليقتلون أنفسهم بأنفسهم بس يدري ما يدري الله رح يهلكك ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا هذا يظلم الأجنة هذا يظلم نفسه هذا يظلم شعبه الحكومة تظلم الناس الناس يظلم بعضهم بعضا نعم يقول سكان أوروبا البالغ عددهم سبعمية وثمانية وعشرين مليون نسمة حسب إحصاء ألفين سيتقلصون إلى ميتين وسبع ملايين في نهاية هذا القارن أي إلى أقل من الثرث قلنا هذا المصدر معتبر يعني مو واحد بعيدة يحشي مستشار لثلاثة رؤساء أمريكيين وشخص مطروح في الساحة قاتل في الأعمدة لا يكتب كل واحد في الأعمدة الصحف الكبرى والعمود يعني هذا خاص هذا كلش مهم يعتبروه مغذي لأفكار الجرائد الأخرى أيضا بعد ذلك يقول يذكر لنا أمثلة هذه كليات أبو البقاء بعض الأمثلة ذكرناها يقول في كتاب موت الغرب عام 1966 عدد الذين أجهضوا نعم في الولايات المتحدة الأمريكية كانت ستة ألاف حالة الإجهاض وإذا الموؤودته سئلت بأي ذنب قتلته هذا نوع آخر من الواد أنت قادر مثل فإن واحد مسكين يروح تقتل يقول أنا قادر المسكين لا يقدر يدافع عن نفسه ما ألا لسان بس مجرد أنه أنا عندي سلطة كمنطقي كل مستبد فعام 66 الذين أجهضوا كان عددهم ستة ألاف عام 76 صار ستمائة ألف الظلم مستمر عام 86 يحسب على عشر سنوات فواصل عشر سنوات عام 66 ستة ألاف جنين أجهض الله يغضب أهلكنا الأمام من قبلكم لما ظلموا المشكلة إحنا بدنا نتعلم منهم مش هاي المأساة بعد بدل ما نعلمهم الأخلاقيات نتعلم منهم الانحطاط عام 66 ستة ألاف عام 76 ستمائة ألف جنين أسقط وأجهض عام 86 مليون وخمسمائة ألف أي أمة هذه أي أمة عقلاء ذلك حس إذا يجيب لك ألف مبرر ظلم مثل ما واحد يجي يقتل له أخوه الأصغر منه ما عنده سلاح ويجيب لك ألف مبرر ولو انتهى الأمر ما يخالف يمكن واحد ما يقبل هذا هذا المؤلف ده يقول يقول الغرب ده يموت ده يحتضر عد المشكلة إحنا لازم ننقذهم إحنا مثلهم ده نقلدهم المأساة هنا حقيقة وقعد يبكي هم الآن ما يفتهمون هم منحطين هم منحرفين هم ماديين هم مادي كذا وكذا أخو أنت المسلمي شبيك لش ده تقلده تركض ورا أخو أنت إهديه أصلح أمره بس أنت واضعك مخربط المشكلة هنا الآن أفضل فرصة لنشر الإسلام والتشيع بالعالم بس إحنا مخربطين هاي المأساة أفضل فرصة ما إلها نظير في كل التاريخ لعله لأن هم دي يعانون من أنحطاط مذهل صدق أنحطاط مذهل إلى أبعد الحدود يريد لمنقذ الآن المنقذ بيدي نهج البلاغة بيدي الصحيفة السجادية بيدي أمير المؤمنين عليه السلام بيدي أهل البيت بس عملي سلوكي أسوأ منهم أو مثلهم الاستبداد وأنا مستبد بس هو شوية أحسن مني فارغاني عندي مقراطي مثلا النزاع والعركة وهذا يضرب ذاكة والحسد والكبرياء والعجو إلى ما شاء الشيطان أنا أقول له ما شاء الله فاش بينا إحنا أنت أفضل رسالات السماء عندك فألان شوية عدل وضعك صدق سيدخلون في دين الله يا أفواج حقيقة سيدخلون يعني نسبة الطلاق عندهم مرتفعة عندنا بعد نسبة الطلاق ماذا بينا أخو ما شاء عندنا طلاق أصلا بس دا نقلدهم نشوف هاي الفضائيات المنحرفة نشوف هاي الفيديوهات الكذائية في هاي الأجهزة أجهزة التواصل من الإستجرام إلى فيسبوك هاي الألعيب الشيطانية حطمت الأسر وبدل ما تصير أنت أسوأ يشوف أسرنا كلها متماسكة قوية مستحكمة يشوف إحنا مثله وليش يقلدنا خلين راوي فدواقع مشرق كما كنا مشرقين واقعنا وكما تقتضي رواياتنا وآياتنا كل شيء مخربط عندنا مع الأسف لذا أقول دا نضيع دا نضيع رسالات السماء أسوأ تضيع ولذا إحنا مظالمنا هذا الظلم هذا الوعد الإلهي لا سمح الله يشمل ونشوف بلادنا تتقهقر أكثر فأكثر نأتي للأطفال غير الشرعيين في أمريكا نسبة الأطفال غير الشرعيين يقول صدق رقم رهيب تبلغ نسبة 25% من عدد الأطفال في أمريكا 25% صدق مذهل أصلا لا يصدق يمكن بالتاريخ البشرية لعلهما ألا نظير عندك فلوس لاش تضغاق عندك قدر لاش تضغاق 25% نسبة الأطفال غير الشرعيين ولاحظوا اللي دا يعبر غير الشرعيين موفد رجل دين رجل سياسي مستشار للرئيسات الجمهورية يعني ماذا يتكلم عن الزواج المدني يعني لا زواج مسيحي ولا زواج مدني يعني زنا بالفعل والبعض يقول بأنه مثلا لكل قوم النكاح يقول دولة عندهم زواج مدني يقول معنا نبذاك هذا يتكلم عن الزنا الرجل يتكلم زواج غير شرعي وعندهم الزواج القانوني شرعي يعني يدري هو ده يزني ولا عزه بالله وتدري شنو هذا الشعب هذا يريد يقود العالم يعني هذا الشعب يسمه ولقد أهلكنا البلاد يموت هو يصرح يقول موته الغرب اسم الكتاب هذا يقول أما نسبة الأطفال غير الشرعيين فهي تبلغ اليوم خمسة وعشرين في المئة من العدد الإجمالي للأطفال الأمريكيين ويعيشه الثلث أطفال أمريكا في منازل دون أحد الأبوين يعني أبو عنده دون أم أو أم عنده دون الزنا أو من هالقبيل يعني أو النزاعات فهذا الأبن شلون يتحطن هو الأب والأم كلاهما عندما يضمان أطفالهما ويكونان عاقلين حكيمين بالقوة يقدرون هذا الولد يرشدونه ويرشدونه يعني الطفل يحتاج لرعاية الأب والأم معا إذن يتيم هو يكون يتيم يعني يحتاج عناء خاصة ثلثهم المستقبل المستقبل الأمريكي بيجذولة أي تفاجعة ستحدث هذا رقم ثلاث رقم اثنين إذن أعلى إجهاض تلك نسبته الزنا ولا عياذ بالله والأطفال غير الشرعيين هذه نسبته وقلت المشكلة نحن نتعلم منهم بدل ما نعلمهم الصحيح نتعلم منهم الغلط الانتحار شلون هذا ذكرنا يقول بلغ عدد حالات الانتحار بين المراهقين الأمريكيين ثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 1960 يعني كل شيء خربط الإجهاض مننا قال الانتحار مننا ولادة غير الشرعية مننا نحن للإدمان يقول في أمريكا ستة ملايين مدمن أكو الإدمان يدمر الإنسان يدمر الاقتصاد يدمر الفكر يدمر كل شيء ستة ملايين مدمن رسمي هذا المدمن اللي الصدق مدمن وأنه أحيانا يتعاطى أحيانا لا يتعاطى ولذا يعبر عن هذا بموت الغرب انتهى الأمر وشن السبب الآن لا بأس نقرأ من كتابها حتى يصير حجة على كثير من الناس اللي شوية بعداء عن الجو الديني يقول ومن الطبيعي لمجتمعا شن السبب في هذا كله يسمحوا بالحرية الجنسية الكاملة الآن أكو دعوات تقول شن الإشكال المرأة خلي تكون كذا واختلاط يكون كذا والجامعات كذا ليش تتشددون ليش تقيدون ليش رجعيين أنتو ليش متحجرين هالكلام اللي يريد يدمر مستقبل أمة بالشعارات جوفاء براقة خلي يصير اختلاط خلي تكون حرية هي كيفها بعد هي تملك جسدها الرجل الملك جسدها هذه النتيجة ومن الطبيعي لمجتمعا الآن لا نزال نقرأ من كتاب موت الغرب يسمح بالحرية الجنسية الكاملة ويتيح المساكنة بين الرجل والمرأة دون أي رابط شرعيا أو قانوني شرعي مسيحية قانوني القضاء المدني القضاء المدني يقول الرجل إذا طال من جهة يقول له تستطيعا تزني والعاذ بالله ذاكي البعيد كما يشاء ويتيح له ذلك من جهة ثانية يقول له إذا تزوجت وردت تطلق نصف ثروتك لازم تعطيها هذا الرجل شي سوي في أمريكا يقول ليش أتزوجها وردت نفسي لعلي إذا تزوجتها فلم تعجبني أو اختلفنا فأردت طلقها نصف ثروتي لازم أعطيها ومن جهة ثانية الزنها مباح وأية مرأة أعجبتني فأنا أستطيع أن ألتقي معها وليش يتزوج هذا إذن الزواج اللي هي الأسرة الأسرة هي اللبنة الأساسية الأولى في بناء المجتمع عدة نهار قاملة وخوف الرجل من قانون الأحوال الشخصية الظالم حين تأخذ الزوجة نصف ثروتي في حالة الطلاق الإسلام معقول يقوله المهر غالص أنت أنا وأكثر حسب ما اتفقت عليه واضطرار المرأة للقبول بالمساكنة بدون زواج بسبب حاجتها إلى رجل يقف معها ويحميها ناهيك عن الحاجة البيولوجية من الطبيعي أن يصل الغرب لهذا نهاية حديث طبعا مطول أخيرا يقول أن هذه إحصاءات مجتمع منحط وحضارة تحتضر وتموت وأن بلدا مثل هذا لا يمكن أن يكون حرا فلا وجود للحرية دون فضيلة ولا وجود للفضيلة بغياب الإيمان حس هذا الإنسان اللي عانى تملأه إنجازات الغرب إنجازاته بالتكنولوجيا ربطها ببناء الأسرة بالحضارة بالأخلاقيات بالانتحار بالإدمان بالإنجاز هذه كلها بنافقية هذه البنية التحتية الأساسية إذا انهار المجتمع نفسه إنسانيا وبيولوجيا كل هذه الحضارة ستنهار كما انهارت الحضارات السابقة ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا هذا موت الغرب نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم وفي الأسابيع اللاحقة إن شاء الله ما نذكره عن أميركا أيضا قلت وأكد لإعتبارنا نحن حتى نصلح ما بنا حقيقة ينتظرون حقيقة ينتظرون حقيقة ينتظرون منقذا أنا رجل الدين أنا الكاسب أنا التاجر الشيعي أنا ما أدري أفرض المفكر أستطيع أن أكون منقذا لكن بشرط أن أتحلى بالأخلاق الإسلامية حقيقة بالورع والصدق والعفاف والجد والاجتهاد والصبر والصفاء والوفاء والعلم والعمل الصالح وغير ذلك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر